السلام عليكم ورحمة الله عشت مدينة خنشلة وبالتحديد محكمة خنشلة عاشت دراما عمرنا ما قلنا نتصورها ولم تسجل في تاريخ القضاء المعاصر لم تسجل وهذا دراما تمثل في الحكم على متهم بعشر سنوات سجن نافذ في الوقت الذي وكيل الجمهورية النيابة غراق الشرع كما يقولون تربة ثمانية سنة عمرها مسرعة تشوفنا عادة التليفون يقول لك كيل الجمهورية النيابة تطلب عشر سنين سبعة عشر سنة الاخر ويجي عشرين محامي تكلموا ويجي العشرة كما قال كما طلبت النيابة بالصح انه النيابة يطلب ثمانية ويجي القاضي الذي يتحاسب عليها يوم وين كان قضاء آخر يطلب له عشر ويزيدهم مليار من فوق كل هذا يروا ملياردار لا أفضلوا يحاكم في علي حداد ولا يحاكم في كوديد ولكن تعرفوا لماذا يطلب له عشر سنين يعني يعني يحكم معدية لماذا يطلب له يحكم معدية تعرف لماذا خطر هذا القاضي من أرخص ما يوجد في سيق القاضى وحقار ويزم أولاد خنشلة يقدبوه يقول يقدبوه يعني يحكموه ويقريوه ويفهموه ويشمعنا الشوية ويشمعنا الوراس ويشمعنا خنشلة راميسيبوه يدور في الزقاق يسيبوه المهم أي واحد يشوفه حوص على اسمه ربيوه بآذاب يقول أذبوه لسي تضربوه لا ولكن ربيوه ويشوه شيكون الشوية حرار حول لأنه هذا الحقار يقولهم يحكم معدية يقولهم خلوه ربيوه خنشلة ويشمعنا يجيبوه ويشمعنا ويشمعنا خلوه قالها بكلمة أخرى قالها بكلمة أخرى بكفرية في الوقت إذا عماره يحكم فيه على التحريض على الإرحاد كل يهو يدخلوا فيه قلبه يدخلوا فيه مخوه يعرفوا شوه يفكر يقول خليه ربيوه خنشلة ويشمعنا يجيبوه العالم كامل وأنت اللي تسببت بش هذه خنشلة العالم كامل اللي سمع بيها سمعت كل وسائل إعلام الدولية ألمانيا فرنسية روسيا ملكية كل هاليوم رأيت تتكلم على هالضحية تعالعنصرية وتعالحقرة تعال القاضي لأنه عنده عنصرية وعنده حقرة نستندانين فيه اليوم اسم ياسين منباركي راه في كل وسائل الإعلام وبإذن الله يزيد يترفع على مستوى الأمم المتحدة ونحاول باش أنه في محاكمة الإستعناف يجيو محامين نحن نطلب محامين دوليين يروحوا الخنشلة هذه ونشوفوا خنشلة هذه خنشلة تسمع مهد الثوار مش خرج ترجير باش يجي قاضي من هاد المستوى نذل تسمعت يجي يحكم على أولاد الرشالة هذا مباركي ياسين من المناظرين للأشاوس في الحراك في المدينة خنشلة تسمعت اليوم يجو يحكم عليه بعشر سنين اسمعوا يا جماعة ترجعوا عشر سنين كمال بوشي كمال بوشي اللي غمس وشير الناس ورشاه وبناه بدون قانون أعطاوله وربع سنين أعطاوله وربع سنين ما أعطانا دارو بوشي مليار غرامة قارنو ما بين كمال بوشي اللي يجيب الكوكاين وما زال ضرب النحل حكاية الكوكاين ولكن كمال بوشي الرشوة الرشوة يدير بها رشوة حتى ولي التبون رشوة بزوش قرع بلوم بلوم أعطاوله وربع سنين وهذا يا سين باركي عشر سنين ومش دار قتل ذبح ومش دار هاي القصة ديال نهار 30 سبتمبر يعني نهار 34 سبتمبر ضدموا عليه من البيت تاو يفتشون هما بهم يحسوا كيف يخدوا الحراك لأنهم خايفين للحراك يزيد يعود ينوض هو نايد نايد لأن النظام يراه يستفز في الشعب بحكاية الاستفتاة الدستور حراك نايد نايد سياسة الكاذبة هي اللي راي تستفس في الشعب باش لها سياسة الحقرة هي اللي راي تستفس في الشعب دونك لحراك نايد نايد دونك كان رؤوس على مستوى الولايات لراهم يديرو فيها كما اشفنا مثلا في الولايات من البواغي مرزو جمال دون الحبس يزيدو حتى مرتو دون حتى رقبال قضائيا في كل جهات ديرين لأخري يفضو لتات قرق للمنر مبقى للمنر الشعب كل المنر دونك زد مولدارو يفتوك ما يسيبو واش يسيبو لها يسيبو مجموعة من كتب دينية تاريخية من مختلف داخل ومصحف تعجدو في المصحف هذاك يسيبو ورقة بينو مصحف قديم تعجدو الرجل رهو مزوج عندو ذراري حاني كي تقول جدو رهو بالك شتوف محافظ على مصحف عجدو في ورقة مقطعة منا قال هذا هو لي قطع على مصحف يديو الحبس الاحتياطي يديو الحبس عن نهر 30 سبتم شوف كي يزربو أول أكتوبر خميس أول أكتوبر يقدمو القاضي التحقيق شوك الجرم اسمعوا الكوكايين رقم 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 عليها ضربتوا عليها النح جاي لهذا تسربو باش دخلو الحبس كوكايين يا عادات تليفون كوكايين رقم ضربين عليها سبعة قناطر هذه عادلة هذه سبعة قناطر ضربين عليها الناح يزربو 30 سبتم يدو يقدمو القاضي التحقيق ما هم شواجدين باش يحكمو عليه قال ايا نحكمو نهر 6 أكتوبر 6 أكتوبر يديعدي ناخر يقول ثماني سنين الغراق راجل أبو حمي لعم أبو زوار رايح في الغم الغراق تلبلو 8 سنين يجيد النذل بالنذل هذا أكيد عنده حاجة ضد الأوراس لا تكلم من لحية العنصرية يا جماعة لأن كلمة تخلي عزرين أقول هذا وقال حاجة أخرى هناك خشلة وحب يجيب له خبر هذه الكلمة تعبر على بزاف أمور هذا يكون إلا أولد حرقي حاقد على منطقة ثورية على مهد الثبر هذه ما ما زلنا نتكلم بالثورة ونامن بالثورة ونامن بشكتب جدود نوع بأنا ما زلنا نمن بيوم قال لك السيد يحرض على الإلحاد حكمته يحرض على الإلحاد عنك شيء تبين بالإلحاد وهذه يحرض على الإلحاد 10 سنين تحرض على الإلحاد ستعيش يوميا في الإنترنت في التلفزي بالبرابول في كل ستعيش التحرض على الإلحاد ستعيش من خلال هذا القضاء تعترفون هذا يجب ندم يكفر هذا القضاء تعترفون هذا هو من يحرض على الإلحاد لذلك السيد أو سيد بروح زائم على التحرض على الإلحاد وما ستضع ثاني قال لك يمس بالمعتقد إلى كونكو هو الذي قطع المصحف هذا تعجده محافظة عليه تقول تار قطعته يعني ما صاب له شتهمة ما صاب له الشرية بين الشرية ونعرف أن الشرية تعلق هذا أنا عشت لها كنت تقلم على شرية أنا عرف شرية ما يعني يخرق لك من الله شي شي يدير لك التهم الذي يريد هو والله لا يتربح هم والله لا يتربح هم المهم ما يجب أنسقته ضرق ما بقاش فيها لأنه حتى إذا بس يجي ويقول لك قضية معتقد وقضية ما كان حضية معتقد نضام هذا الدستور هذا هو لكن موضوع ما عنده حتى علاقة بالمعتقد الديني ما عنده حتى علاقة تايب نعم يراهم إرهابيين قتلوا باسم دين الإسلام ما طوحهم شعشر سنين ما طوحهم شعشر سنين ناس رأي سرقت وخطفت ونهبت ما طوحهم شعشر سنين المولاد الهامل كلاه والدنيا أعطاهم سبعة سنين وست سنين وثمانية سنين كلاه والدنيا ماشي غير إلحاد هذا تايب أنت واحد والزوال وهو بعد زوال ضربوا بعشر سنين ومليار من فوق بروسي الله لا يتربحكم ما دعو شو قولكم ما عليه هذه هي اللي رح تكون لتنسال إن شاء الله تعلي تشعل فيكم النار تشعل فيكم النار هذه هي ها تشعل النار من هاد للأغبياء للقوضات وهذا المسؤولين والسياسي ما عليه السلام عليكم ورحمة الله